منطقة جديدة لخفض التصعيد في سوريا هذه المنطقة تشمل جنوب سوريا وجاء الإعلان عنها ضمن اتفاق ثلاثي أمريكي روسي أردني ووقع عليه ممثل الدول الثلاث في عمان وحسب وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني فإن الاتفاق خطوة هامة ضمن جهود الدول الثلاث لوقف العنف في سوريا وإيجاد الظروف الملائمة للحل السياسي المنطقة الجديدة من المفترض أن تشمل ريف القنيطرة وريف درعة حتى حدود السويداء وحسب خبراء عسكريين جاء الاتفاق الجديد لتصويب الخروقات لاتفاق جرى في يوليو الماضي بين الأطراف الثلاثة لوقف إطلاق النار جنوب سوريا لكن قوات النظام واصلت القصف في درعة ومحيط درعة كما قامت إيران بتشكيل ميليشيا جديدة تحت مسمى اللواء 313 يخضع للحرس الثوري في بلدة أزرع وهو ما يعارضه الأردن الذي يطالب بعدم انتشار ميليشيات إيرانية قرب حدوده الأردن الذي تربطه حدود تمتد لنحو ثلاثمائة وخمسة وسبعين كيلو متراً مع سوريا له مصلحة في إقامة منطقة خفض التصعيد ومنذ بدء الأزمة السورية نشر وحدات من قواته المسلحة على طول هذه الحدود حيث تشهد مناطق جنوب سوريا اشتباكات متواصلة بين كتائب الجيش الحر وقوات النظام والميليشيات المتعاونة معها اشتركوا في القناة